كل سنة وحضراتكو طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا كتير من الناس بدأوا يدوروا على مسلسلات رمضان علشان يعرفوا هم نويين يتفرجوا على ايه والسنة دي المسلسلات كتير قوي في الفيديو ده هنستعرض مع بعض قائمة بتلاتين مسلسل من مسلسلات رمضان 2024 اهلا بيكو في قناة اخبار ترند بفكرك اوعى تنسى تشترك في القناة وتضغط على زر التنبيهات علشان يوصلك الفيديوهات اللي بنعملها اول باول وتعمل لايك لان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو اكتر واول مسلسل معنا النهاردة هو مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني ومعاه جمانة مراد وسيد رجب وسامة إبراهيم في اطار الدراما الاجتماعية بدور احداث المسلسل حوالين احد الاجداد وعلاقته باحفاده مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب احداثه بالدور في اطار تاريخي في القرن الحداشر بيتكلم عن زعيم الحشاشين الحسن الصباح وعن قيادته للفرقة اللي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في المرحلة دي مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وحل شيحة ونشوى مصطفى مختار بيلاقي نفسه مسؤول عن اولاده الستة بعد وفاة زوجته ومطلوب منه انه يواكب تفكرهم وعصرهم وفي نفس الوقت مطلوب منه انه يختار بين اللي تعلق بيها قلبه وبين حياة اولاده مسلسل نعمل افوكاتو بطولة مي عمر واحمد زاهر واروة جودة وكمال ابو ريا مسلسل مصار اجباري بطولة احمد داش عصام عمر بسمة صابرين في اطار من التشويق والاسارة بيكتشف حسن وحسين سر خطير بيقلب حياتهم رأسا على عقب مسلسل بيت الرفاعي بطولة امير قرارة مرنة جميل احمد رزق محمد لطفي في اطار اكشن بالدور الاحداث حوالين دكتور بيدخل في صراعات كتيرة مع اللي حواليه بسبب تجارة الاثارة مسلسل العتولة بطولة احمد السقة طارق لطفي باسم صامرة مي كساب صراع دموي بينشأ بين شققين بسبب الطمع والغيرة وبيملل انتقام قلبهم هيتسبب الكلام ده في تشتت العيلة واحد فيهم هيدخل السجن مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج خالد الصاوي عصام السقة سلوى خطاب صدفة معها سر خطير بتحاول انها تخفيه لكن علاقتها بمهران بتدفعها لكشف السر ده وده اللي بيخليه يسعى وراها علشان يعرف الحقيقة مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل جميل عوض فدوى عابد دراما كوميدية بتتكلم عن ثلاث ستات رباط منزل بيتحولوا لعصابة بتمارس انواع مختلفة من الجرائم كل ده علشان يحلوا مشاكلهم ويحفظوا على بيوتهم مسلسل بدون مقابل بطولة هاني رمزي وداليا البحيري وعمر عبدالجليل ووفاء عامر بيتكلم عن البطولات اللي بيقوم بيها رجال الامن في محاربة الارهاب مسلسل المادة حربعة اسطورة العودة بطولة حماد اهلال وهبا مجدي وصهر الصايغ واحمد بدير مسلسل الف ليلة وليلة جودر بطولة ياسر جلال نور اللبنانية ياسمين رئيس وطار عماد مسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة شيكو وكريب محمود عبدالعزيز وبيتناول المسلسل الخلافات الزوجية في اطار كوميدي مسلسل سر الهي بطولة روجينا محمد ثروت احمد مجدي مي سليم نصرة بعد معانتها الامرين بتلاقي نفسها في موقف لا تحسد عليه لما بيغضر بيها اقرب الناس فبتسعى للانتقام مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان هاجر احمد احمد فؤاد سليم وانتصار في اطار الدراما الاجتماعية تاجر السمك حامد عايش وسط اسرته حياة هدية بسيطة لحد ما فجأة بيلاقي نفسه وسط صراعات مريرة بين تجار السوق الكبار ولازم يتصدى ليهم وإلا هيهلك وسط الحيتان مسلسل باباجه بطولة اكرم حسني محمود البزاوي نسرين امين هشام بيلاقي نفسه في مفترك الطرق بعد الاستغناء عنه من وظفته بأحد الفنادق بسبب الكورونا ولازم يبدأ يدور على عمل علشان يقدر يرعى أسرته مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق محمد علاء رياض الخولي سيمون بعد مقتل اخو عيدة مش هتقدر تعيش حياة هادئة بسبب الصراعات المستمرة بين عيلتها وعيلة الغول مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم احمد فهيم شيماء سيف صدقي صخر مسلسل حق عرب بطولة احمد العواضي رياض الخولي وليد فواز وفق عامر عربي بيسعى للهروب من ماضي مرير لكن الماضي دايما بيطردوا فلا يجد سبيل غير التصدي ليه وموجهته مسلسل صلة رحم بطولة اياد نصار اسماء ابو اليزيد علي الطيب ويسرى اللوزي مسلسل غالية بميت راجل بطولة سمية الخشاب صلاح عبد الله محمود عبد المغني وسامة ابراهيم مسلسل الكبير قوي الجزء التامن بطولة احمد مكي محمد سلام هشام اسماعيل كالعادة عمدة المزاريطة الكبير قوي بيتعرض لضغوط كتيرة في اطار كوميدي مسلسل محارب بطولة حسن الرداد ناهد السباعي احمد زاهر ماجد المصري تامر عبد المنعم مسلسل اشغال شقة بطولة هشام ماجد اسماء جلال مصطفى غريب سلوى محمد علي مسلسل اسود باهت بطولة صهر الصايغ وهو مسلسل مكون من 15 حلقة كل 5 حلقات عبارة عن قصة يعني عبارة عن 3 قصص مسلسل الساعة خمسة بطولة اسر يسين وهو برضو مكون من 15 حلقة مسلسل كامل العدد اتنين بطولة دينة الشربيني وشريف سلامة وبردو مكون من 15 حلقة مسلسل كبرى بطولة محمد امام ومعاه مجدي كامل محمد ثروت محمود عبد المغني محمود البزاوي ومنا فضالي لو وصلت معانا لحد هنا واعجبك الفيديو فاوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ومن فضلك اعمل لايك لان دا بيساعدنا اكتر في انتشار الفيديو وكتب لنا كومنت عرفنا فيه رأيك في الفيديو ونشوفك في فيديو جديد وصلاة ممتازنة وصلاة ممتازنة وصلاة ممتازنة ترجمة نانسي قنقر